اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تصميم باستخدام برنامج بوربوينت في هذه المحاضرة راح نعمل انفوغرافك بسيط لأفضل الخدمات الفندقية بالعالم طبعا نفتح برنامج بوربوينت وكالعادة من تصميم اعداد الصفحة نغير حجم الشريحة الى 16 في 9 ومن ثم موافق احذف التكست اريا الموجود وطبعا راح نضيف صورة من ادراج صورة طبعا راح نضيف هذه الصورة نخليها بهذه المنطقة ومن اقتصاص راح نقتص هذه الصورة بهذه المنطقة وبهذا الحجم تقريبا بعدها نضغط على اقتصاص وراح نخليها بهذه المنطقة طبعا مع المحاضات الان راح نضيف لون اسود لهذه الصورة طبعا بهذه الطريقة من تنسيق تعبات الشكل راح يكون لون اسود او ممكن يكون لون برتقالي مثلا او بنفسجي ممكن نجرب اللون البنفسجي بهذه الطريقة وبلا مخطط تفصيلي تلك اي من تنسيق الشكل ومن ثم راح نقلل من الشفافية بحيث تكون بهذه الطريقة ومن ثم اغلاق الان من ادراج دائرة راح نضيف هذه الدائرة بهذه الطريقة جاي طبعا ممكن انه نقلل من اقتصاص هذا الشكل ممكن نرفع هذا الشكل وتنسيق اقتصاص ممكن تكون بهذه المسافة وطبعا راح يكون الشكل بهذا الارتفاع ايضا من المخطط التفصيلي نتأكد انه بلا مخطط تفصيلي ونجرب ممكن يكون به اللون الاسود او ممكن اللون الازرق طبعا اللون بنفسجي مناسب جيد الان هذه الدائرة تلك اي من عليها تنسيق الشكل وطبعا تعبئة متدرجة نختار هذه التعبئة بهذه الطريقة نتخلص من اللون الاسود وطبعا اللون الاحمر راح يكون بهذه الطريقة طبعا بالنسبة للزاوية راح تكون ب180 ممكن بهذه الطريقة اغلاق المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي من ادراج اشكال راح نضيف دائرة اخرى باللون الابيض بهذا الشكل راح تكون طبعا ممكن تصغر لا بس تصغر قليلا ممكن نحدد دائرتين ومن تنسيق ومحاذات الى الوسط ومحاذات الى المنتصف دائرة الاخرى راح نحذف من عدها المخطط التفصيلي ورح نضيف لها ظل وهذا الظل راح يكون بهذا الشكل اللون التعبئة راح تكون باللون الابيض طبعا ممكن تأثير الظل يكون باتجاه اخر ممكن بهذه الطريقة جميل الآن من ادراج اشكال راح نختار هذا الشكل وبهذه الطريقة طبعا نعكس الشكل من تنسيق استدارة ونعكاس عمودي ايضا ممكن نحدد هذه الدائرة الكبيرة نسخ التنسيق ونصقها على هذا الشكل نخليها بهذه المنطقة وطبعا ممكن نكليك ايمن نعكس اتجاه الزاوية ممكن يكون تسعين ممتاز ومناسب نرفع الشكل بهذه الطريقة طبعا ممكن نكبر كبر العرض بهذه الطريقة طبعا ممكن نرفع الشكل وطبعا نكليك ايمن ارسال الى الخلفية ايضا ممكن هذا الشكل يكون من تنسيق الشكل ممكن تكون الزاوية ايضا تسعين لا بأس حتى تكون متناسقة جميلة الآن طبعا راح نقلل من الارتفاع ممكن تكون بهذه الطريقة الآن من ادراج اشكال راح نخلي شكل وطبعا هذا الشكل راح نخلي بهذه المنطقة ومن تنسيق تعبهة الشكل راح يكون لون ابيض والمخطط التفصيلي راح يكون باللون مثلا البرتقالي ممكن من الوان اضافية ممكن نختار اللون البرتقالي ممكن احنا اللون البرتقال طبعا ممكن من قياسي ممكن نختار هذا اللون جميل ومناسب الآن ممكن نعكس العملية ممكن التعبئة راح تكون بهذا اللون والمخطط التفصيلي راح يكون باللون الابيض طبعا ممكن نزيد بالمخطط التفصيلي بهذا الشكل ايضا ممكن تعبئة الشكل تكون ايضا بهذه الطريقة ممكن ناخذ نسخ التنسيق طبعا نضيفها ومع تنسيق المخطط التفصيلي يكون باللون الابيض طبعا راح نزيد بالوزن ممتاز الآن راح نحدد جميع هذه الاشكال بهذه الطريقة وطبعا راح نستنسخها مجموعة نسخ مثلا خمس نسخ ممتاز نسخة الاخيرة الآن راح نحدد هذه الاشكال كلها وطبعا راح نخليها بهذه المنطقة بهذا الشكل مثلا جيد طبعا من قائمة ادراج مربع نص راح نضيف هنا العنوان افضل الخدمات الفندقية في العالم طبعا نغير الفونت ممكن نختار فونت من الفونتات الموجودة مثلا راح اختار عن فونت الجزيرة وطبعا راح يكون بهذا الشكل طبعا ممكن تنسيق تعبئة نص تعبئة ممكن تدرج وتدرجات اضافية ممكن نختار نفس التدرج الموجود بالاعلى يكون جميل ممكن نختار مخطط تفصيلي باللون الاسود ممكن بهذا الشكل ممكن يكون باللون الاحمر الغامض ممكن بدون مخطط تفصيلي طبعا ممكن نختار ظل ممكن الظل يطيها تأثير جميل نزيد من حجم النص بهذا الشكل جيد الآن من ادراج مربع نص نكتب مثلا انترنت 5G نغير فونت الى الجزيرة طبعا نصغر حجم النص وتوسيط نستنسخ النص خدمات طيران سوشي الياباني طبعا ممكن انه نزيد بالعرض الطيران بالطات جلسات تصويرية ممكن بهذا الشكل ايضا ممكن هنا هذا الشكل ممكن من تنسيق الشكل نغير تعبئة متدرجة بهذه الطريقة طبعا ممكن تكون 180 وممكن انه نقلل من الشفافية نحدد على هذا الشكل طبعا بامكان انه نختار هذا التدرج ايضا ممكن ينطي اللمسة جميلة بهذا الشكل طبعا ممكن نحذف الاصفر ممكن يكون بهذا الشكل طبعا اول شكل شفافية ممكن تكون 50 الثاني شكل ممكن يكون ايضا 50 والثالث ايضا ممكن يكون 50 بهذا الشكل ممكن تكون تناسق اكثر والتصميم يكون اجمل اذا لاحظ تصميم جميل وبسيط وانيق في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر